يعني رجعنا الورى دخلنا لحد ما دخل فينا جونة عدل دخلنا بين الشوتين الشناوي طبعا يعني قاعد يزعق طبعا ويوجه اللعيبة ويصحصح فيهم الناس كلها يعني قاعد يفكرنا بالكلام اللي احنا قبل المطش وان احنا خلاص يعني 45 ديئة وحلمنا ممكن يروح يعني بسبب اللي التركيز او حاجات صغيرة فلازم ننزل للشوت التاني ننسى الشوت الاولاني ده وننسى النتيجة ونلعب كأنه بداية مطش تاني لازم ننزل حد اخر ديئة مش مركزين غير في المكسف انا عايز اخطف الشناوي ده ما عرفش انا اشتا عارف اعايز اخطفه اخد بيك انا شهرين تلافة الشناوي ما شاء الله عليه سلية الفترة اللي كان قاعد فيها في الاول في النادي الاهلي وبعد كده بعد ما طلع بره ولعب بصفة مستمرة وكده ورجع بني ادم تاني خالص فنيا عالي جدا حتى شخصيته دلوقتي حتى يعني ما شاء الله يعني قاعد فعلا بيقعد بيتكلم مع الناس بيفوى الناس الوقت اللي بيقعد ما محتاج انه هو بيزع بيزع يعني اختلاف غير طبيعي واكيد انتو كلعيبة كبيرة سلية بيبقى عندكم مسئولية انتو زي لنا غزبا عنكم فترات من الماتش زي ما انت بتقول ايه بتقع الرتم بيقع الواحد بيكسل فاللعيبة كبيرة هنا هي اللي بتقدر انها تعدل الدنيا دي حقيقة فعلا الشناوي الفترة اللي كان يعني لمكانش بيلعب فيها واشتغل على نفسه كتير جدا يعني الشناوي يعني لو التمرين مسلا الساعة خمسة بتلاقيه من الساعة اثنين في النادي في الجيم بيشتغل لوحده بعد التمرين بيشتغل في الجيم فبدأ يتطور وبدأ ان هو يشتغل على نفسه بحاجات كتير وطبعا يعني في الفترة اللي هو كان موجود فيها قبل ما اللعبت كبيرة تيمشي كان موجود طبعا حسام غيالي كان موجود دعماد متعب كان لعبة كبيرة ولعبة أسماء كبيرة وكبات فرقة فطبعا الواحد أخذ خبرات منه حسام عشور مسرف إكرامي أحمد فتحي وكبتن أحمد فتحي طبعا معظم اللعبة دي يعني ان انت بتتمرم معهم وبتلعب معهم بتاخد خبرات بتشوف هم بتعاملوا ازاي مع اللعبة ككبات فرقة في الأوقات الصعبة قبل الأوقات الكويسة فالشناوي طبعا اتطور في الموضوع ده جدا بعد ما اللعبة مشت بقى هو الكابتن الفرقة ووليد سليمان طبعا فبدأ ان هو يبقى ليه دور وخلاص يعني بقى هو شغيل المسئولية وهو كابتن ووليد سليمان وكان سعد سمير وكذا لعيب تانين فطبعا يعني هم بيبدأوا بقى خلاص ان هم منهم الفرقة هم اي حاجة بتحصل في الفرقة هم اللي بيلموا الفرقة بيحافظوا على عودة اللبس دي كانت أهم حاجة وانا شايف ان هو اتطور فيها جدا غير طبعا التطور الفن اللي هو وصله بتتصرفوا ازاي اما بيبقى مثلا فيه لعيبة ميدو ما بيسمعش يعني لقي اللعبة كبيرة بتكلمه كتير وما بيسمعش يعني تحس ان هو برضو دماغه في حتة تانية لا مش مهمور ان انتو طبعكم مختلفة يعني قبل كده مثلا حسام غالي حسام غالي ممكن تكلم مرة واثنين بعد كده مثلا يتعصب يزعق ممكن يتخانق انتو بتتصرفوا ازاي في المواقف دي لا ممكن مثلا يعني لو الشنهو مثلا بيتكلم بعصبية او بيكلم بيوجه العيب بطريقة مثلا فيها شدة شوية ممكن اللعب ده ما يتقبلش كلام منه فالشنهو بيوجه الكلام للعيبة كلها يعني لما يبقى فيه مثلا غلط او فيه مثلا تأثير مننا بيوجه الكلام للعيبة كلها ولو فيه مثلا عارف مثلا فيه واحد او اتنين مش هيسمعوله او هياخدوا الموضوع بحساسية بيبدأ يخلي حد تاني يكلمهم مثلا حد قريب منهم مثلا كابتن وليد سليمان ايمن كان سعد يبدأ ان هو يتكلم مع اللعب ان هو يبقى متقبل منه الكلام عشان الدنيا تيمشي